طيران الإمارات تتوقع زيادة عدد مسافريها إلى 1.1 مليون والبحرين تعتمد زيادة ضريبة القيمة المضافة يا أهلا وسهلا فيكم ببرنامجكم صباحكم مع سماشي معي أنا هالة بسام ومعنا بخلف الكواليس علي صباح الخير يا دماغ الخير صباح الخير عليك علي ولكل الناس اللي عم بتتابعنا خلالنا نبدأ مباشرة بأخبارنا اليوم وتحديدا نحكي عن أول خبر عن العالم الافتراضي التقى في تريسي وديف بالسحابة الحوسبية مثل ما بيقولوا فكان من المنطقي أنه يحتفلوا بزفافهم أيضا بالسحابة الحوسبية في العالم الافتراضي في عطلة نهاية الأسبوع أقام الزوجان أو بالأحرى فقط صورتهم الرقمية حفل نظمته شركة بيربيلا وهي شركة بتبني بيئات افتراضية للعمل والتعلم كانت طبعا صورة رمزية للسيدة وأيضا حفل كله افتراضي أيضا فيه غير الأشخاص عم بيركسوا بالحفل ومثل حفل الزفاف اللي بنشوفه على أرض الواقع ولكن كان كله افتراضي سبب هذا الموضوع أنه بسبب جائحة كورونا اتجهت العديد من الأشخاص للحفلات الافتراضية وتحديدا أنه في العديد من الأفراد تأجلت حفلات الزفاف الخاصة بهم بسبب جائحة كورونا وعدم قدرتهم على إقامة هذه الحفلات لذلك العالم عم تتجه الآن إلى حفل الزفاف الافتراضية وعن طريق المتافرس واللي هو عالم افتراضي غامر ولكن الأمر اللي لازم الواحد يناقشه أنه كل حفلات اللي بتتم وتحديدا حفلات الزفاف اللي بتتم عن طريق العالم الافتراضي أو المتافرس حتى الآن صحيح أنه عم بيقوموا بها ولكن هي حفلات لا تعتبر قانونييني حفل الزفاف نفسه لا يعتبر قانوني وأيضا تم منعه في نيويورك وأماكن أخرى ولكن عم نشوف مثل ما ذكرنا أنه العديد من الحفلات عم تتجه إلى العالم الافتراضي وأيضا عم بقول الخبراء أنه لحن نشهد العديد من الاحتفالات الافتراضية تحديدا في المتافرس اللي بدو يحول ويعمل نقلة نوعية في حياتنا سواء كان في مجال العمل أو حتى في مجال الأمور الترفيهية والحفلات علي شو رأيك بموضوع حفلة عيد ميلادك الجاي نعمل لك ياها بمتافرس أرخص يمكن والله أو نفرح فيك مثلا نصر ستة وعشرين ونحتفل بالمتافرس يعني عالم غريب يمكن ونحن حاليا الآن عم نستغرب هذا الموضوع ولكن الانترنت كان شيء جدا غريب بالسنوات السابقة فتخيل أنه فعلا حفلات الزفاف أو حفلات عياد الميلاد مثلا للأطفال بصير نعملها عن طريق المتافرس ومع تقدم الويب ثري فكرة الويب ثري بنشوف الشيء ما شفناه في حياتنا صحيح يعني اليوم سوينا شفت ما بين ويب وان وويب تو صحيح اللي هو الويب تو إذا ما تعرفون هاي جيل السوشيال ميديا الابليكيشن فيسبوك وهذي يعني نستعمل الانترنت ككونزيومر الويب وان نسوي بحث فقط فقط هاي فقط وحين في الويب ثري احنا بنكون في الانترنت بصدر كماما نحنا بنكون بالانترنت حتى بتذكر بجائحة كورونا حفلة ترافيس سكوت صح؟ اللي تمت بفورتنايت لعبة فورتنايت نعم وأيضا الناس كانوا بالحفلة وكأنه عايشين جوا وكأنه موجودين على أرض الواقع في هذه الحفلة ففي أمثل كتير ولكن الآن عم بيتجوا نحو حفلات الزفراف وغيرها الأمور الشخصية أكثر ولنشوف لوين بياخدنا هذا الموضع أما